بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هذه اليوم برقية تهنئة إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وأشهد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية الثابتة لدولة الكويت إلى جانب اليمن وأمنه واستقرار وحدته وشرعيته الدستورية وثمن رئيس الجمهورية الدعم الكويتي لليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال المرحلة الراهنة وأشار رئيس الجمهورية إلى ما تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين من تطور وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين